علياء فتاة جميلة ولكنها كانت مغرورة بجمالها وغير ملتزمة تعيش الحياة دون تحمل مسئولية ودون الاستماع لنصائح الآخرين عكس أختها الأكبر منها التي تراعي الله في كل تصرفاتها تمت خطبة أختها لشاب ملتزم تقي وكانت علياء تتعجب منهما أيام خطوبتهما عندما كان يأتي هذا الشاب لبيتهم ويراجع مع أختها ما حفظته من قرآن وأحاديث نبوية أو يسمعان سويا قصة من قصص الأنبياء أو الصالحين ويكتبان الفوائد من هذه القصة كانت علياء تسخر من أختها وتسألها أين السعادة التي تعيشينها في هذه الفترة أين التنزه والتنقل من مكان لآخر فكانت أختها تبتسم وتقول لها أجد السعادة الحقيقية في تقرب إلى الله وإرضائه وأحمد الله على وجود خطيبي في حياتي ليأخذ بيد إلى الجنة تزوجت الأخت الكبرى وبعد عامين تمت خطبة علياء لشاب كما تقول عصري يستمع للأغاني ويشاهد الأفلام ولم يطلب منها ارتداء الحجاب ولم يهتم بنظرات الآخرين إليها فكانت تفرح بعدم نخوته وترك الحرية لها لتفعل ما تشاء حتى جاء يوم وأثناء دخولهما متجرا كبيرا للتسوق وقفت علياء أمام السلم الكهربائي ولم تستطع الصعود خوفا من السقوط لأنها لأول مرة تتعامل معه فوجدت خطيبها في حرج كبير وغضب شديدين يصرخ فيها لكي تصعد وتزاحم الناس وراءهما يريدون الصعود وخطيبها ما زال يصرخ فيها ويقول لها ما هذا السخف لقد فضحتني أمام الناس كيف لفتاة بهذا الحجم تخشى صعود السلم ثم رفع قدمها بالقوة ليضعها على السلم وهي تقاومه بغضب شديد حتى وقعت على ظهرها وبكت وكل من بالمجر شاهدها وعندما وقفت على قدميها خلعت خاتم الخطوبة وألقت به في وجه خطيبها وعادت إلى بيتها في حزن شديد في هذا اليوم كانت أختها في زيارة لبيت أبيها وعندما سمعت بما حدث لها داخل المجر حاولت أن تواسيها وابتسمت لها وقالت لو كان خطيبك يحبك حبا حقيقيا ما همه نظرات الناس له وأخذ بيدك أو صعد معك عن طريق المسعد هو لا يحب إلا نفسه ولو أحبك لغار عليك ومنعك من الخروج متبرجة متعطرة فلا تندمي وحاول إصلاح نفسك وإرضاء ربك الذي رزقك الجمال والمال والصحة رغم تقصيرك في حقه وعسيانك له هذه الكلمات غيرت علياء تغييرا كليا كما تأثرت كثيرا بمعاملة زوج أختها لأختها وما شاهدته من حب وود واحترام فارتدت الحجابة وبدأت تواضب على الصلاة في أوقاتها وتحفظ القرآن وتعمل كل ما يرضي خالقها وبعد أشهر تقدم شقيق زوج أختها لخطبتها وتم الزواج بأقصى سرعة وفي أول يوم للزوجين للخروج من البيت ذهبت علياء مع زوجها لنفس المتجر وأمام نفس السلم الكهربائي وقفت تتظاهر بالخوف من الصعود لتختبر زوجها في تصرفه وعندما شاهد الزوج خوفها وواجد الناس تتزاحم حولهما ابتسم وقال للناس بصوت مرتفع بعد أن حملها بين يديه وصعد بها السلم زوجتي وتعيش لحظة دلع معي هل أتركها؟ لا بد أن أحملها حتى ترضى عني ضحك الجميع وقامت علياء بلف يدها على رقبته واحتضانه بحب شديد بعد أن شعرت بأنه نعم الزوج والحبيب والسند وحمدت الله الذي عوضها بزوج يتق الله فيها ويعينها على طاعة الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا سارة فتاة صالحة من أسرة ثرية بعد وفاة والدها أصبحت أمها تتحكم في أمواله كما أرادت أيضا التحكم في بنتيها سارة وشقيقتها الأصار منها فعندما تقدم المهندس أحمد وهو شاب تقي لخطبة سارة رفضته الأم وأصرت على زواج سارة من ابن خالتها الطائش غير الملتزم ولكن سارة أصرت على الزواج من أحمد فمنعت الأم عنها كل شيء وقاطعتها تم زواج سارة وحاول أحمد جاهدا أن يسعدها وفي أحد الأيام أبلغ أحمد المسؤولين عن بعض المهندسين الذين يعملون معه بأنهم يتقاضون رشاوى من مقاول ويغشون في مواد البناء ولكن رئيسه نفت تهمة عنهم وتم فصل أحمد عن عمله حتى انتهاء التحقيق وساءت أحوال الزوجين ماديا ذهبت سارة إلى أمها وطلبت منها معاش والدها حتى ينتهي التحقيق ويعود أحمد إلى عمله ولكن الأم رفضت وقالت لها سوف تتزوج أختك بعد أسبوع من ابن خالتك الذي لم تقبليه زوجا وسوف أعطيهما كل ما يطلبان بعد زواج شقيقة سارة من ابن خالتها بأيام عرض على حماته مشروعا وهمية وطلب منها تمويله فسحبت رصيدها من البنك وسلمته له مرت الأيام وظهرت براءة أحمد وعوداته للعمل ولكنه قرر الاستقالة والدخول في العمل الحر وكلما ضاق به الحال كان يدعو الله أن يفرج همه ويردد قول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره استجاب الله لدعاء أحمد عندما عرض عليه مقاول كبير للعمل معه معما سمع عن أمانته وتقواه وبعد ستة أشهر تبدلت أحوال سارة وزوجها لأفضل حال وفي هذه الأثناء ذهبت والدة سارة إليها تبكي وتطلب مساعدتها ماديا وأخبرتها أن زوج أختها استولى على كل أموالها وهرب إلى أوروبا وأرسل لأختها ورقة طلاقها وأخبرها أنه تزوج من فتاة أوروبية أحسن أحمد استقبال والدة زوجته وخصص لها ولابنتها راتبا شهرية وتكفل بكل طلباتهما فبكت الأم واعتذرت له فاحتضنتها سارة وقالت لها إن شاء الله ستزول الغمة ولكن علينا أن نتعلم من أخطائنا وإن شاء الله عندما يطلب أختي رجل للزواج منها فوافقي على صاحب الدين والخلق واطمئني عليها عملا بحديث النبي إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في منتصف شهر رمضان خرجت سيدة وأم صالحة تبلغ من العمر ثلاثين عاما لشراء ملابس العيد لطفلها وكان قلبها مقبوضا بعض الشيء دخلت أحد المجمعات وكان يجلس عند البوابة الرئيسية رجل مسن يبدو عليه الفقر والجوع ويستجدي الناس والدموع في عينيه فنظرت إليه تلك السيدة نظرة عطف قالت في نفسها بإذن الله إن خرجت ووجدته سأعطيه من فضل الله علي لأن الآن لا أحمل نقودا وسأسحب مبلغا مناسبا من داخل المجمع بالفيزا التي معي اشترت السيدة ما يلزمها وخرجت في استعجال من أمرها لأن قلبها كان مقبوضا ولا تعلم ما سيحدث لها وكانت صورة طفلها لا تفارقها لذلك كانت تستشعر أن خطرا ما سيحيق بها لذا صممت أن تنفق على هذا المسن وكانت قد التقت بأختها داخل المجمع على موعد بينهما وحاولت أختها أن تهدئ من خوفها وانقباض قلبها لأنها تعلم أن أختها والدة الطفل تمتلك حاسة سادسة غريبة بعض الشيء وأثناء خروج السيدة مسرعة نسيت أمر الرجل المسن ولكن تذكرته قبل أن تتحرك السيارة فنزلت من السيارة وهي ترى الدهشة في عين أختها ورجعت مسرعة نحو المجمع ورأت الرجل لا زال على وضعه وينظر إليها بغرابة فتقدمت نحوه وابتسمت له وأعطته مبلغا كبيرا ثم انصرفت عنه بعد أن سمعته وهو يدعو لها بالخير عادت السيدة إلى سيارتها وهي تشاهد أختها تبتسم وتريد أن تعرف منها أين ذهبت ولكنها لم تخبرها بشيء وعند وصولها إلى المنزل رأت طفلها يلعب مع أبناء عمها فدق قلبها بشكل مخيف ولا تعلم لما خافت عليه وعندما رأها طفلها وهي تنزل من سيارتها جاء يركض نحوها دون أن ينتبه للسيارة القادمة فصرقت بأعلى صوتها وهي تراه يصدم وتلقيه السيارة عاليا كالريشة ويسقط فوقها ومن ثم يقع على الأرض توقفت السيارة فجأة وأصيب الذي يقودها بخوف شديد وما هي إلا ثوان معدودات وقد رأت طفلها يقف باكيا ويجري نحوها ليرتمي بأحضانها دون أن يصاب ولو حتى بخش صغير الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تفحصت السيدة طفلها بشكل سريع وسألته إن كان يشكو من ألم فأجابها بالنفي وهنا تذكرت في نفس اللحظة ذلك الرجل المسن ودعاءه لها بالخير فدخلت بيتها وتوضأت وصلت ركعتين شكرا لله ثم قالت لقد أحسست بفضل الله الكريم الذي نجى ابني وأردت أن أقدم شكري لله عز وجل ومن وقتها وهي تواضب على الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأت مدى تيسير أمورها وقضاء حوائجها بالصلاة عليها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عندما كان عمر ضياء ثمانية أعوام توفي والده فتولى خاله أمره وتكفل بالإنفاق عليه وتعليمه وبعد عام تزوجت أمه وكان شرط الزوج الجديد أن لا يعيش ضياء معهم فذهب ضياء إلى بيت خاله فرعاه أحسن رعاية وعلمه أمور دينه وقام بتحفيظه القرآن فنشأ ضياء نشأة إسلامية صحيحة وأحب خاله حبا كبيرا وبعد أن تخرج من الجامعة قرر الزواج من ابنة خاله التي وافقت دون تفكير فهي أكثر إنسانة تعرف أخلاق ضياء وحبه لوالدها وبره الدائم بأمه بعد عامين من الزواج لم تنجب زوجة ضياء فذهب هو وزوجته إلى المستشفى وأجرى التحليل دخل ضياء أولا إلى الطبيب وعلم منه النتيجة وعرف أن سبب عدم الإنجاب من زوجته وأنه هو سليم فابتسم ضياء وحمد الله عز وجل ثم قال للطبيب سوف أذهب لأنادي زوجتي ولكن أريدك أن تقول أن العيب فيه وليس فيها فذهب ضياء وأتى بزوجته من غرفة انتظار النساء ودخل على الطبيب الذي أخبره بأن سبب عدم الإنجاب منه ويحتاج لعلاج طويل فأظهر الزوج الحزن وأيضا الرضا بقضاء الله وقدره مضى بعد ذلك أربعة أعوام والزوجان صابران حتى قالت الزوجة يا ضياء لقد تحملتك ست سنوات وأنا الآن أريد الطلاق أريد أن أتزوج وأرى أولادي لذلك سأجلس معك هذه السنة فقط وافق الزوج وكان أمله في ربه كبير وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولم تنضي سوى أيام حتى أصيبت الزوجة بفشل كلوي فتدهورت نفسيتها وأصبحت تلقي اللوم على زوجها وبينما هي في المستشفى قال لها زوجها إني مسافر خارج البلاد لأبحث لك عن كلية وبعد أيام اتصل بزوجته وبشرها بأنه حصل على متبرع من الهند وسوف يصل معه بأسرع وقت وقبل إجراء العملية بيوم أتى المتبرع ثم استأذن الزوج زوجته بالسفر للخارج لينهي بعض الأعمال فغضبت الزوجة منه وقالت أنا أجري عملية خطيرة وتسافر وتتركني تمت العملية بنجاح وبعد أسبوع عاد الزوج وعليه علامات التعب الشديد فقد كان هو المتبرع بكليته أما الهندي فقد كان عاملا بالشركة التي يعمل بها ولا أحد يعلم بذلك حتى خاله وبعد العملية بتسعة شهور تحمل الزوجة وتضع مولودها وتعم الفرحة على الجميع ويسافر الزوج لإنهاء بعض الأعمال وبدون أن يدري ترك دفتر حياته اليومية على مكتبه ونسي أن يرفعه في مكانه فقرأته الزوجة وعرفت أن زوجها كان سليما وهي التي كانت السبب في عدم الإنجاب كما علمت أنه من تبرع لها بكليته فأخذت تبكي بكاء شديدا ومن يومها كلما جلست معه تنظر للأرض ولا تستطيع أن ترفع بصرها له بسبب إساءتها له وصبره وحلمه عليها فاقترب منها وابتسم وقال لها لقد حاولت أن أرد قطرة من بحر حب وكرم أبيك معي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون